اهلا كيف ممكن ان ارسم رسمة احترافية وبالالوان وبوقت كسير ممكن تتوقعون ان اقلب اللوحات اللي عندي ان ارسمها وقت طويل مثلا تاخذ مني شهر او اكثر فعليا لا ما تاخذ مني حتى اكثر من اسبوع وبعضهم في يوم واحد اخلصهم فاحنا نستخدم تكنيك حلو يسهل علينا الرسم ويقلل لنا الوقت والجهد اننا عندنا مناطق الظل ومناطق النور في مناطق الظل ما نرسم اي تفاصيل فيها نخليها مسطحة وندمج بعض العناصر فيها وبدون اي تفاصيل كل جهدنا وطاقتنا وتركيزنا على مناطق الظل هي اللي راح يكون فيها كل التفاصيل فلما نكون قريبين من اللوحة راح نشوف ان المناطق الظل راح تكون مسطحة بدون اي تفاصيل لما نبعد شوي عن اللوحة رح نتوهم ان اللوحة كلها فيها تفاصيل بسبب ان مناطق الضوء هي اللي واضحة هي عين اللي تركز عليها فنشوفها ان كلها اللوحة فيها تفاصيل وفي تكنيك ثاني انه في مناطق الضل ندمج العناصر مع بعض ما رح نرسم تفاصيل العناصر الجميع هالكلام اذا حابين تفهمنا اكثر اكتبوا لي في الكومنت عشان اسوي لكم شرح بالتفصيل